نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أعرب مجلس الشيوخ الكولومبي عن رفضه القاطع وعدم موافقته المطلقة على قرار الرئيس اليساري إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الوهمي والذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للديبلوماسية الكولومبية وتم التعبير عن موقف مجلس الشيوخ هذا من خلال ملتمس مواقع من قبل الأغلبية الصاحقة من 62 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 108 ويمثلون أهم الأحزاب السياسية الكولومبية من بينها أحزاب تنتمي للإئتلاف الحاكم وتم التلاوة الملتمس أمس في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وهي الأقوى في البرلمان من قبل الكاتب العام لمجلس الشيوخ وبثه على الهواء مباشرة من قبل القناة التلفزيونية لمجلس الشيوخ وكذلك على الشبكات الاجتماعية للكونغرس في موضوع آخر إشهادة رفيعة المستوى تنضاف إلى مجموعة الشهادات والتنويهات القوية التي تحظى بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب هذه المرة من مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول دريك هانت وذلك من خلال مشاركته في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة المنعقد حالياً بمدينة مراكوش تقرير عثمان الطاهر استراتيجية المغرب قوية جداً في مجال محاربة الإرهاب هذا ما جاء على لسان مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة المنعقد بمراكوش من الرابع العشرين إلى السابع العشرين أكتوبر الجارية المغرب يضطلع بدور رئيسي في المنطقة ونعمل مع المملكة المغربية منذ سنوات ونحن معجبون جداً بالقدرات التي تم إرساؤها ليس فقط من أجل تعزيز الاستجابات الوطنية ولكن أيضاً لمواجهة التهديدات الجهوية هذا الحدث الذي تنظمه منظمة الانتربول ووكلة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد ومكتب التحقيقات الفيدرالية بشركة مع المديرية العامة للأمن الوطنية وغيرها من المؤسسات رفعة المستوى في مجال الأمن يتوخى تبادل التجارب والخبرات والبحث عن الحلول الناجعة للتصدي لكل الأعمال الإرهابية بمختلف أنواعها الهدف هو تبادل التجارب والخبرات ويجعل واحد النقاش فاف حول هذا الأمور وكذلك بالنسبة للتجارب أن هذه المواد الكيميائية والبيولوجية تسعى مجموعة من المنظمات الإرهابية لإكتسابها في إطار نفيذ مخططتها الإجرامية بهدف ضرب مصالح استراتيجية لمجموعة من الدول المغرب الحمد لله عنده استراتيجية وطنية في هذا المجال لمحاربة الإرهاب والتطرف والشملت جميع الميادين وتسلط الموائد المستديرة والعروض المقدمة خلال هذا اللقاء الضوء على التحديات والمشاكل العالمية وتمنح المشاركين إمكانية التقاسم الخبرات والتجارب وبالورة مناهي الجديدة في مجال الأمن الكيميائي على الأصعيدة الوطنية والجهوية والدولية وارتباطا بملف الإرهاب دائما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس وصباح اليوم من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي تتروح أعمارهم من بين عشرين وخمسة واربعين سنة وذلك للاجتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وأوضح بلاغ للمكتب أن عناصر القوة الخاصة تابعة للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل وتوقيف في عمليات متفارقة استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار هباطة بن منصور بإقليم القنيطرة وسيد يحيى الزعير وتشيرة بإنزجان أيتملول وبجماعة بعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه فيهم في سياق تدعيم العمليات الأمنية الاستباقية التي تقوم بها مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء تنظيمة الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشارعهم التخريبية وطنيا دائما وفي إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المغرب بهدف إعداد التقرير الرابع حول الشراكة من أجل الديمقراطية أجرت مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيناتورة ريا أمير ويشتين أمس بالرباط أجرت مباحثات مع رئيس مجلس نواب رشيد الطالب العالمي كما أجرت البسؤولة الأوروبية مباحثات مع الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشا وأهمت المباحثات العلاقات التي تربط البرلمان المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والوضع الذي يتمتع به المغرب كشريك من أجل الديمقراطية منذ ما يزيد عن 11 سنة وكذا انخرط المغرب والتزامه الإراضي لتعزيز الاختيارات الديمقراطية وثمنت المسؤولة البرلمانية الأوروبية بهذه المناسبة العلاقات بين الجمعية البرلمانية والبرلمان المغربي مشيدة بالمكتسبات المحرزة في تعزيز وترسيخ الديمقراطية وهو ما سيعمل التقرير الحالي والرابع من نوعه الذي هو قيد الإنجاز على إبرازح الآن مشاهدين إلى الأخبار الدولية وبعدما أصبح ثالث رئيس للوزراء في بريطانيا خلال شهرين عاد ريشي سوناك الشخصيات الرئيسية في حسب المحافظين إلى الحكومة في مسعى لإرساء استقرار يتيح إصلاح الأخطاء حسب تعبيره التي ارتكبت في عهد لسترس حمزة الخطر والتفاصل المصرفي ووزير المال السابق ريشي سوناك أصبح أول رئيس وزراء بريطاني من أصل هندي وهو أيضا في عمر الثاني والأربعين أصغر رئيس حكومة في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة بعد صعود سريع في السياسة سوناك الذي تولى المنصب بعد خمسة أيام على تنحي طراص التي اقتصرت ولايتها على تسعة واربعين يوما فقط قال سوف أوحد بلادنا ليس بالأقوال بل بالأفعال وذلك بعدما كلفه رسميا الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة وتعاهد سوناك بإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في عهد طراص على حد قوله والتي اضطرت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي رئيس الحكومة وفي أول تصريح له أمام بوابة داونينغ ستريت قال سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة وهذا يعني أن هناك قرارات صعبة يجب أن تتخذ ويتولى سوناك رئاسة الحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة فقد تخطى التضخم معدل العشر في المئة وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع على صعيد آخر أعرب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي عن أمله في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد أحد أبرز الدول الداعمة لكييف في مواجهة روسيا وذلك إثر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أعود مع حمزة الخطر فصل جديد في العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة عنوانها الأبرز الدعم الكامل للندن لكييف في نزاعها مع موسكو هكذا غرد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية أجراها مع أصغر رئيس وزراء مر على البريطانيين زيلينسكي قال في تسجيل فيديو بأنه مقتنع بأن الشراكة التي أصبحت تقليدية بين أوكرانيا والقيادة البريطانية في الدفاع عن الديمقراطية والحرية ستستمر وستتعزز داعيا سوناك لزيارة بلاده بيان أصدرت رئاسة الحكومة البريطانية جاء فيه أن السوناك أكد لزيلينسكي دعم بريطانيا الراسخ للأوكران في نزاعهم مع الروس المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني قالت إن ريشي قال إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا خلال عهده سيكون أقوى من أي وقت مضى ويمكن للرئيس زيلينسكي أن يعتمد على التضامن المستمر لحكومته في شان الدولية دائما تلقى رئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح المحدث ضد فيروس كورونا المستجد ودعا بايدن الأمريكيين إلى تلقي هذه الجرعة التنشطية قبل موسم العطلات المقبل خاصة كبار السن تقرير أسام العمران في خطوة جديدة للصمود أمام فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته المختلفة والمنتشرة في جل أنحاء العالم ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن من داخل البيت الأبيض بواشنطن وهو يتلقى جرعة من لقاح محدث ضد الجائحة الرئيس الأمريكي لم يفلت من قبضة الفيروس في شهر يوليوز الماضي وتأكدت إصابته إثر خضوعه لفحص الكشف عن المرض جاء ليحذر سكان الولايات المتحدة الرافضين للقاحات من المخاطر الناتجة عن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص بالبلاد بايدن دعا الأمريكيين إلى تلقي الجرعات التنشيطية اللازمة في أسرع وقت ممكن قبل موسم العطلات المقبل خاصة كبار السن بغية توفير الحماية الشاملة وتلقى عشرون مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث وحصل عليه واحد من بين كل خمسة من كبار السن وفق ما ذكره البيت الأبيض ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح حيث تسجل الولايات المتحدة أكثر من 260 ألف إصابة جديدة أسبوعيا ونحو 2600 وفاة وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في خبر آخر دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز عملية تتبع المخالطين لاحتواء انتشار مرض إيبولا في أغاندا وأكدت السلطات الصحية الأغاندية إصابة ما يزيد عن خمسة وسبعين حالة ما يزيد عن خمسة وسبعين حالة بفيروس إيبولا منذ عشرين شتنبر الماضي بما في ذلك الثمانية وعشرين حالة وفاة تبع التفاصيل في هذا التقرير لحمزة الأغدر إيبولا عاد من جديد ليؤرق ويقلق منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى ضرورة احتواء المرض في أغاندا التي أعلنت عن تسع حالات جديدة تم تسجيلها في العاصمة كامبالا ما يجعل حصيلة المصابين ترتفع إلى أربعة عشر شخصا في يومين فقط الحالات التسعة هم من مخالطي الحالة المميتة التي جاءت من منطقة كاساندا وتوفيت في مستشفى مولاغو الفرع الإفريقي للمنظمة قال إن الحالات الجديدة بكامبالا توضح أن عملية تعقب المخالطين في طريقها للتحسن مشيرا إلى أنه في غياب لقاح ضد متحور الفيروس الذي ينتشر حاليا في البلاد فإن الوصول إلى المخالطين أمر بالغ الأهمية السلطات الصحية الأغاندية أكدت أن مجموع الحالات المصابة بلغ 75 منذ العشرين من شتنبر نختم مشاهدنا النشرة بالخبر الرياضي برشلونة الإسباني سيكون أمام مهمة مستحيلة تتمثل بالإبقاء على أمله بالتأهل إلى ثمون نهائي مسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألمانية اليوم ضمن منافسة الجولة الخامسة من دور المجموعات وستكون المباراة فرصة للثأر لبرشلونة السعي لاستعادة صمعته بمواجهة منافس تعرض أمامه لخمس هزائم تواليا علما أن بايرن ضمن تأهله بدصادره ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات نهاية النشرة ومشاهدين للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني m24tv.ma إلى اللقاء